هبدأ مع حضرتك أبدأ مع مهد تخطيط كده عشان أنتو عندوكو أرقام كتير حجم التجارة الإلكترونية في مصر هده إيه في أرقام رصادته أكيد الحقيقة أن الحجم الحقيقي دكتور إبراهيم عشموي مساعد أول وزير التجارة والتموين في إبريل السنة دي في خطاب أرقان يابت عن وزير التموين قال إن حجم التجارة الإلكترونية تقريباً حوالي 80 مليار جنيه وده رقم زاية 50% عن السنة القابليها نتيجة ظروف كورونا كورونا خلت الناس تتجه إلى عملية الشراء الإلكتروني وإنه شايف أو الحكومة ترى أن الرقم ده أكيد حوالي 5 أضعاف الرقم الرسمي اللي عندنا يعني 80 مليار دول المفروض أن التجارة الإلكترونية ممكن تتوصل لحوالي 400 مليار جنيه جوى مصر بس ده توقع وليس رقم رسمي الرقم الرسمي 80 مليار جنيه نقلاً عن مساعد أول وزير التموين والتجارة 400 مليار جنيه ده تمثل 30% من حجم التجارة الداخلية في مصر عن سنة 2020 لا معداء لو افترضنا أنها لكن هي الرقم اللي تم رصده فعلاً قد إيه الرقم ده نقلاً عن وزارة التموين مجلس الوزراء في من كام يوم كان عنده إنفروغراف واضح عن حجم التجارة في الشرق الأوسط بتوصلت لحوالي 22 مليار دولار في مصر السعودية الأمراض 8% منه الحجم بتاع مصر متوقع أنه هو فرنج من 6 ل7 مليار دولار اللي هو نفس الرقم تقريباً اللي صرح به مساعد أول ووزير التموين والتجارة وأعتقد البنك المركزي بسهولة يعرف الناس بتنفق أونلاين قد إيه زي ما فيه اقتصاد غير رسمي برضو فيه تجارة إلكترونية رسمية الشركات الكبيرة أمازون سهوء جميع لكن فيه تجارة إلكترونية غير رسمي زي؟ حد عفاتيح موقع الإنترنت بيبيع منه حدو إحنا نعرف عنه إيه حد بيبيع من خلال السوشال ميديا من على فيسبوك أو إنستجرام أو تويتر والناس بتدفع زي ما؟ الناس بتدفع بالكريدت كارد الناس بتدفع بالكريدت كارد عشان يبقى فيه سيكوريتي الدفع يكون بفطورة بتتعامل مع شركة التوصيل المحترمة ده بندل النصيح لكن نرجع لحجم السوء يتراوح ما بين 80-100 مليار جنيه الرسمي والغير رسمي المتوقع يصل لـ 400 مليار صندري تعملت زود في الأرقام مش هلنا اللي بزود الأرقام دي موجودة في الصحف وفي الإعلام روح عمية مليار ده رخ المرحب ده توقع مساعد أول وزير أنا خليني في الثمانين الثمانين عشان عقل يقباني خليني في الثمانين خليني في الثمانين مليار جنيه ده حجم السوء بتاع التجارة الإلكترونية ده يخلينا أن نروحنا ونتكلم مع بعض ونقنن وضع هذه التجارة الإلكترونية اللي التاجر اللي فيها بيتعامل معاملة غير التاجر اللي موجودة على الأرض الواقع ليس هناك عدل أن أنا أكون فتح شركة أو محل ومستأجر مكان وبدفع التزامات والدولة بتاخد مني كافة الالتزامات اللي عليها منها ضرائب وترخيص وخلافه وفي حين أن فيه تاجر موجود على الإنترنت وما يدفعش كل هذه الالتزامات طبعا وبيبقى سعر وأرخصه نحن النهاردة موجودين عشان نقن نفكر الزي مع بعض أن نقنن هذا الوضع سواء أفراد أو مؤسسات قوى الحكومة المصرية